تربيتنا من عضل الله عز وجل وان كاش حاج اخر من عضل الله عز وجل وطن كاش حاج اخر اي واحد بلسطين غريبي غادي يجوبه ولكن انا ما غنجوبه وش لسببين بسيط هو هادشي اللي غيقول هو بفمه اسمع معاه سنة الفين واحد وعشرين جاونا دي كنتونر حشاكم حشا اقدركم فيها مزابل ببول هاده رئيس بخامة الرئيس بخامة الرئيس كي اعترف بفمه انه الدولة بمؤسستها كتستورد الحجر ولبوا بالحشاكم ومازال غا تسمع معايا سمع معايا يكفيني فيك يكفوني كما قالوا باللغة العربية يكفيني فيك يكفوني يعني واخا نبغي نجاوب على هذا الشي اللي قلتي في الأول بالمناسبة هادك غي طريقة الاستهزاء زي ما باش يستهزاء بنا ولكن غنقولول الله يهديك هذا الشي اللي غنقولول الله يهديك والله يكون فعون الخوتنا في الجزائر وغنقولولك بالمناسبة بروك سمعوا ما هيش غادي إنتاج متعنا بالنسبة للتلاجات كان بقي الكمبريسور هكم شفته في المعرض الوطني هشي يدخل في الإنتاج عن قريب وتصبح تلاجات جزائرية مئة بالمئة بروك بروك لأنه أخيرا إن شاء الله في 2024 الدولة الجزائرية باعتراف فخامة الرئيس الدولة الجزائرية اللي بالمناسبة قلت لك بغا تخرج الفوسفات من الحديد العلم الجديد الدولة الجزائرية أخيرا غادي يكون عندها مصنع ديال السقار الدولة الجزائرية اللي لسنوات وسنوات وإلى حدود ساكة تتورد الحجرة بغايت نفهمنا الحجرة شك يديروك ياه وليتي يقول فخامة الرئيس لك شي إليش قلت أنا ما غنجاوبش على فخامة الرئيس والطريقة بلش يستهزأ بلا 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 بالشعار ديالنا لأنه الشعار ديالنا وحتى مولانا كيوصينا على أولي لمريمينكم دونك عندنا احنا في المغرب الله الوطن الملك دونك احنا ما غنجاوبوش عليك ولكن كنظرنا أنه فهذا التقليد الأعمى اللي دار فخامة الرئيس في البرلمة الجزائري في قصر الأمم بهذا التقليد الأعمى هو درب راسه براسه فما كانش أنا لش نجاوب عليك فخامة الرئيس ترجمة نانسي قنقر